بيان جديد لحزب مؤتمر صنعاء بقيادة صادق أمين أبو راس ندد فيه بمواقف من أسمائهم من تحلي عضوية المؤتمر في الخارج ووصفهم بمرتزقة العدوان البيان جاء عقب لقاء جمع أولاد صالح في أبو ظبي وأثار جدلا في وصائل التواصل الاجتماعي وهو لقاء ينظر له البعض على أنه خطوة تسعى لها الإمارات لإعادة تدوير جناح صالح في المؤتمر والسعي لتمكينه بشكل أكبر بعد مقتل صالح أصبح حزب المؤتمر في حالة موت سريري وتشض شبه كلي لكن المؤشرات الأخيرة تقول أن السعودية والإمارات تسعيان لبعث الروح في المؤتمر لتمكينه من قيادة المرحلة القادمة في ظل مخاوف الدولتين من سيطرة حزب الإصلاح باعتباره الحزب الأكثر تماسكا داخل منظومة الشرعية خطوة إيقالة بن عدي وتعيني عواظ بن الوزير في شبوة يرى مراقبون أنها تأتي في هذا الإطار لكن هذا التيار سيواجه مشكلة ستضعه على المحاك ما بين مبادئ الحزب المرتكزة على الوحدة وأجندة الإمارات القائمة على الانفصال والتقسيم مؤتمر هادي وبندغر في الرياض يعاني هو الآخر من حالة شلل وتنازع في الولاءات وهي حالة تبدو مرتبطة بالشلل الذي تعيشه الشرعية ذاتها ويبرز هادي كرابط مشترك بين الحالتين تشض المؤتمر إنعكس على القاعدة الشعبية الموالية له خصوصا تلك التي في مناطق سيطرة الحوثيين والذين بات جزء منهم مقودا لحرب مليشيا الحوثي ضد اليمنيين حالة التشضي التي يعيشها المؤتمر تعكس حالة الاستقطاب الحاد الذي تعاني منه النخبة اليمنية بشكل عام وكما فشل هادي الذي يعد حاليا رئيس المؤتمر في إدارة شتات هذا الحزب فشل أيضا في الحفاظ على سلطته وعلى مؤسسات الدولة كذلك اشتركوا في القناة